زيارة استثنائية في وقت صعب هكذا تبدو زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس الأول إلى العراق والمقرر أن تبدأ فيها الخامس من مارس وتستمر حتى الثامن الزيارة تعد الرحلة الأولى للبابا خارج إيطاليا منذ بدء جائحة فيروس كورونا بيان الفاتيكان ذكر أن البابا فرانسيس سيقوم بزيارة بغداد وأربيل والموصل وقراكوش في سهل نينوى مع إقامة كداسات الخارجية العراقية أكدت في بان لها أن الزيارة تمثل حدثا تاريخيا وتعد رسالة سلام للمنطقة بأسرها في مواجهة التطرف هناك توجيهات إلى كافة دور البلدية بتكثيف الجهد البلدي والخدمي للمدينة لإظهار هذه المدينة التاريخية حاضرة المدن وعاصمة من العاصمة التاريخية الكبرى في الحضارة الإنسانية أن تستقبل قداسة البابا هناك تحضيرات كثيرة لهذه الزيارة تقوم بها أمانة بغداد تمت وهي أيضا فرصة كانت محفزة أنه بتطوير هذه المدينة وإزالة المشوهات رئيس الوزراء العراقي مصطفى القذمي أكد أن زيارة البابا ستسهم في ترسيخ الاستقرار وإشاعة روح التأخي والتعددية الدينية مضيفا أن جهود البابا فرانسيس مشهود لها حول العالم في الحد من الصراعات وتغليب الحكمة والعقل القذمي أشار أيضا إلى أن العراق بكل أطيافه ينظر بعين الترحيب والإجلال لهذه الزيارة حيث ستعزز مكانة العراق دوليا تم تفعيل أحد المشاريع وهو إكساء الأرصفة كذلك عملية تشجير وتجميل المنطقة الشوارع المحيطة بشارع الذي سيمر به موكب قداسته كذلك سيتم تأهيل الشارع المؤدي إلى الكنيسة والذي كان متضرر بشكل كبير ورغم ذلك تبقى هناك مخاوف لدى البعض من تداعيات الزيارة في ظل تفشي السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا داخل العراق مع خشية من ارتفاع في أعداد الإصابات جراء التجمعات المتوقعة وهو ما يضحضه المسؤولون العراقيون مؤكدين أن السلطات على تم الاستعداد لجعل تلك الزيارة تاريخية على حد وصفهم